هل تفضل الدراما العراقية القديمة في آب الليل، عالم الستوهيبة وغيرها وغيرة؟ لو تفضل الدراما العراقية الجديدة وشن الفرق بينهم؟ خلينا شاهد شون تفضلين الدراما العراقية القديمة أم الجديدة؟ لا والله القديمة أحبها أحب قصص صباح عطوان يعني القصص الجميلة، الأجنح المتكسرة، فرشيشة الراقي، فالدراما محترمة هس الدراما كلها كلها تجارية وما بها هدف وما ترمز لشي حلو أكيد لدراما القديمة كلش حلوة ويعني تستمتع بيها وتطل عليها المسلسلات القديمة كلش حلوة وجديدة ما أحس بيها يعني الرغبة بيها وما أرتاحة منها تفرج بس على القديمة يعني كلش حلوة يعني تعجبني لا أكيد القديمة يعني تفضليها أكثر أكيد القديمة فضلها أكثر لأن بيها معاني هواية اجتماعية واقعية يعني تحدث بكل العوائل يعني شيء شغلات يعني تحسيها تحس أنه قريبة منك الادرامة العراقية القديمة قصصها حلوة تشمل مثلا بيها نصائح مسلسلاتها واقعية تحشي عن قصص تفهم المقابل حتى إذا شاء المواعي مثلا مسلسلات القديمة حسائح بيها بيها طعم بس السلسل المسلسلات الجديدة يعني أكثر شي كوميدية ما دي طعم مسلسلات دراما مشوقة بيها قصة بيها فتشي ماكوزها خاصة بهالوقت ما دي نشوف مسلسلات والله الدراما العراقية القديمة هو أفضل من الجديدة ونتمهن لو ترجع على الدراما القديمة المسلسلات والسيناريو والممثلين يعني يكونون أفضل من نفسه وإن شاء الله يتحقق هاي الأماني طبعا أكيد الدراما العراقية القديمة لأنه كان بيها فن حلو الممثلين أوفيشل يعني المحترفين من الدراما الحديثة مسلسلات هادثة كانت تتعلم منها المجتمع الشباب الكبار الصغار المسلسلات الحديثة ده أشوفها ما بيها هدف واحد يقدر يوصل لي أنا أفضل الدراما القديمة المسلسلات القديمة لأن كانت قصص واقعية وحقيقية وتمثيل تعبانين عليه يعني كان وقصة حقيقة هسا بالوقت الحاضر ما أدني أفتهم منهم صراحة شيء التمثيل أنا باعتباري يعني كجيل الوسط يعني اعتباري القديمة أفضل بالنسبة لي يعني اعتهادي القديمة شون السبب؟ والله القديمة أفضل يعني بها شغلات يعني تحشى على الواقع العراقي القديم واقع يعني تقاليدنا ويعني بها شغلات أحسن من الجديدة